اشتركوا في القناة في مجال الخضروات بموريتانيا عبر تسليط الضوء على الخطة الخمسية للاستراتيجية تطوير زراعة الخضروات انطلاقا من تحديد احتياجات السوق الوطنية وترقية الخضروات المحلية فضلا عن دعم الانتاج والابتكار وتعد الخضروات مشاهدنا الكرام احدى اللولويات في مجال تحسين الوضعية العدائية للسكان لما يمكن ان توفر من دخل نقدي وخلق لفرص العمل وتعزيز للانشطات الاقتصادية والاجتماعية المدرة للدخل يسعيدنا مشاهدنا الكرام ان ستضيف لكم كل من السادة سيد محمد والأحمد بنان مستشار وزير الزراع شكرا لكم على قبول الدعوة وكذلك سيد باب احمد نقرة مدير ودارة تنمية الشعاب الزراعية بوزارة الزراع شكرا لكم على قبول الدعوة وايضا سيد المهابة والبلال المندوب الجاويل وزارة الزراع بولاية المكشوط الجنوبية شكرا لكم شكرا لكم جميعا مشاهدنا الكرام قبل الدخول في النقاش نتابع التقريب التمهيد التالي عن الموضوع يعتمد الكثير من المواطنين في وجباته اليومية على الخضروات بجميع اصنافها مما شعل الاقبال على اسواقها يزداد يوما بعد يوم النهوض بالمنتوج الزراعي بصفة عامة وانتاج الخضروات بصفة خاصة يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير الامن الغذائي للسكان وانعاش السوق المحلي وهو ما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني ان الطلب المتزايد على الخضروات في بلادنا يحتم اعادة النظر في واقع الزراعة لوضع استراتيجية كفيلة بتحقيق الهدف الاسمى في مجال الاكتفاء الذاتي هدف يدرك بالتخطيق الجيد والاستخدام الامثل لعناصر الانتاج والتي تمتلك البلاد فيها ميزة كبرى مقدرات كبيرة تسعى السلطات المعنية الى استثمارها في مجال الخضروات عبر انتاج سياسات ومشاريع معينة هذه السياسات تهده الى زيادة المساحات المروية من جهة والمساعدة على تحسين تسويق انتاج الخضروات من جهة اخرى فما هي ملامح هذه الاستراتيجية وما ابرز العوائق امام زراعة الخضروات الناجحة في بلادنا وكيف السبيل لا تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الخضروات شكرا لزميل بابا أحمد سالم على وضعنا في السياق العامي للموضوع بداية سيد مستشار حدثنا عن الاستراتيجية العامة لتطوير زراعة الخضروات بالبلاد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة وإتاحة المرصة فعلا المزارة وضعت خطة خماسية للنهوض بهذه الخضروات وانتاج الخضروات على المستوى الوطني نظرا لعدة عوامل ومن بينها ضعف الانتاج الوطني المحلي ووضعيته الانتاجية الضعيفة وانعدام المهنية وعدم مخصصات اللي كانت مخصاله وهذه الخطة الخمسية الهدف منها هو النهوض بهذا القطاع اللي كان يمارس أساسا من قبل غير مهنيين هوات هوات على أكثر الحالات على كل حال في الغالب العام للمساحات مستغلين من هوات تعاونيات نسوية انتاج أسري إلى ما غير ذلك والقليل من المساحات هو اللي عند منتجين زرائيين غير متخصصين وغير مؤطرين والانتاجية فيه ضعيفة واذا فعلتم في هذا الصدد على مستوى الوزع أول شيء وضع الخطة الخمسية 2021-2025 لنهوض بقطاع الخضروات بصيفة عامة في البلد وكان المحور الأول من هذه الخطة هو معرفة الوضعية دراسة شاملة لمعرفة وضعية الخضروات المنتج وحاجيات البلد والنسبة للناقصة وما يستورد من جميع أنحاء العالم من دول الجوار ومن غير الجوار وطريقة المثلة لتغطية الحاجيات البلد تدريجيا حتى لوصول الاكتفاء الذاتي هذا هو المحور الأول المحور الثاني كان هو الوضع خطة النهوض بأساليب الإنتاج لدى المنتجين المحليين ومحاولة إدماج الرأس المالي الوطني لحلقة الإنتاجية المحلية من حيث زيادة المساحات وتوفير البنى التحتية وتوفير التأطير الفني ودعم دعم الولوج إلى المدخلات المحسنة وكل هذا بدأ فعلا هل شرحته في تجسيد هذه استراتيجية؟ طبعا هذا بدأ من عند الوهلة الأولى هذه الحملة الماضية اللي ضرك حالا نتائجها موجودة في السوق هي هي اللي بدأ فيها بعد قاع أول شي توفير للفنيات والتقنيات المتطورة لبدء الحملة في الموسم في الوقت المناسب نعرف علين حملة الخضروات كانت ذو العمال الماضيين تبدأ من عند نهاية دوجنبر إلى بداية يوناير ويجع لها الصيف ما فات نتجد وتصبح بها ضغط للحشرات في الخريفة ذو العام بددنا على جميع مناطق موريتاني المشاتلة المحيمية بالناموسيات إياك لن يبدأ الموسم في الوقت المناسب نهاية أكتوبر بداية نظامبر إياك يدرك القدر الكافي من الفترة اشت إياك يقد ينتج الكميات الكافية معاك بطبيعة الحال فم البذور المحسنة والهجينة وفم المحميات لزراعة المشاتل والخضروات بصيفة عامة وفم طرق الري اللي أحسنت وفم التسميت اللي أحسنت كافئة لن الدولة استوردتها العام كميات هائلة من بذور البطاطس لتغطية حاجيات البلد في فترة رمضان رأى إذا هو ضرك حالا السوق الحمد لله متوفرة فيه لمادة المنتجة محليا ومازالت تنتج مازالت إلى حد الآن في المزارع حقول البطاطس تنتج يوميا بعد ذلك عندنا بعض من المشاريع اللي قايمين بنفس الدور اللي قامت بيها الهيئات المؤسسات الإدارية المندبيات الجوية على مستوى المندبيات الجوية في مشاريع ملي قاموا بنفس الدور مع مناطق متفرقة من البلاد وطوروا فيه الإنتاج بصفة ملحو جميل سيد مدير على ذكر عن توفر الخضروات اليوم في موريتاني ما هي تقديراتكم حول احتياجات السوق الوطنية من الخضروات وهل شرحتم فعلا في زراعة الخضروات بالشكل العلمي ومحدد حسب احتياجات السوق وطبيعة الحالي شكرا أشكر التلفزي الوطنية على هاي الفرصة لنتكلم عن الموضوع الحساس اللي هو زراعة الخضروات على المستوى الوطني ولا يفوتني هون اني نشير اولا على المقدرات الهائلة اللي تسخر بها بلادنا من مياه وارادها خصبة وارادة سياسية جسد اليوم فانوهوض بهذه الشعبة اللي هي شعبة الخضروات كيف تعرفوا فهم حاجيات تم تم تكشف عنها والمشكل المطروح هو علننا على مستوى الوطني ان انقطوا بالكاد 20% من هذه الحاجيات التقدر ما بين 350 طن وإلى 500 طن ألف طن سنويا هذه الحاجيات كيف قلت فهم شنوصفرهم بالكاد 19 إلى 20% نوصفرهم على المستوى الوطني وفهم عوايق عدة كيف شار سيد المستشار زراعة الخضروات النمط التقليدي منها تعتمد على فاصل واحد هو فاصل الشتاء وهذا يمتد من شهر أكتوبر حكما وينتهى في شهر مارس خاصة الولايات الشرقية للبلاد قد نظر فعلا عن ولاية تازة التي تحتضل الكم الأكبر من زراعات زراعات الخضروات الموسم حكمة المتواصل بها على مستوى القطاع فهم إجراءات تم اتخاذها من أجل السد الثقرة المهمة أولا فهم مواكبة للصغال المزارعين وتوفيرهم من كل المدخلات الزراعية من بذور من أسمد من آلات الزراعية ووضعها تحت تصرفهم في الوقت المناسب كيف سنة الماضية الحمل اللي احنا في نهايتها هاي المتقلات تم وضعها في الوقت المناسب إياك تعود مبكرة على المستوى الموسم وبالتالي الخضروات بعض المناطق انطاحوا في السوق نهاية ديسمبر بداية جنفين وهذا وكبناه بتقنيات جديد أولا فهم ما هي هذه التقنية فهم مشاتل جماعية تم تنفيذها على مستوى الجهوي بمواكبة المندوبيات وتم المحافظة عليها من الآذات احنا عندنا مشكلة مطروحة لماذا ما تبدأ الخضروات تقليديا في وقت مبكرا المشكلة المطروحة شنه على ان الفترة اللي فيها يبدأ تقريبا الشهر اكتوبر وشهر بداية نوفمبر وهذه الآفات الزراعية تعود ياسرة وبالتالي الان ما تم السيطرة عليها على مستوى المزارع والبساتين الخضروات مالقة تقليق عندنا السنة عندنا في إطار التحسين التقنيات مشات الجماعية ومشات لدى المزارعين والتعاونيات الزراعية محمية وبالتالي مكنت من توفير الشهر لدى المزارعين والصغال المنتجين من الوقت المناسب الجديد شنه بهاي الخطة شنه على ان دمجنا القطاع الخاص ونبقى نقول هون على ان الخطة تعتمد اساسا عن القطاع الخاص به اللي بدونه اكتفاء ذات لمجال الخضروات ما يقدسه ما نقضي نظر عن مواكبة صغال المنتجين ودعمهم لمنتقلات الزراعية من تعاونيات لكن دمج القطاع الخاص لمناصة منه جميل ونوه هون بعلن نداء فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الخاص واندمج في هذا الحقل فرصة يارطي جاء الأعمال وبنوك التمويض على انهم ينتهزوا هذه الفرصة الجريدة من نوعها يكان ما هو واقع زراعة الخضروات بولاية نواكشوط الجنوبية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أولا رمضان مبارك كل عام وانتم بخير وتمو المشاهدين شكركم جزيلا شكر علي تحت الفرصة ونختار نوه في ذلك نوع من الجلسات اللي اتصل تضعوا لواقع الزراعة وشي دمو لبرنامج عين على الزراعة اللي يبث لشاشة قناتكم المحترمة نعرف نعرف خطرت هذه الفرصة ننوه لش ذلك نوع من القطاع في قطاع الزراعة يحتاج مواكب العالمي يبدأ المفاهيم المغلوطة ويعطي زخم ويعطي أمل لمزارعين والفائلين والرأي العام الوطني يعطي الواقع كما هو يعطي الواقع لا يصلت لأنه يبيئة خصفة للمغالطات للزراعة لذلك طيب عودة اصل لموضوع الحلقة وهي الخضروات كيف قلتوه مقدمتكم الخضروات قطن وعنصر فاضلا طبعا عن دوره في الغذاء ودوره في الهال والأسرة المولية المورتانية يوم قليلة أسرعات لا تستخدم الخضروات لا شك أنه وزارة الزراعي السنة بشكل عام قطع لأنه المهم وغير بعد السنة وضعت خطة عملية واقعية وقالتها تنفذ لمداخل السنوات وبدأت خطة للسنة قال السيد المدير والسيد المستشار بدوا خطط عملية واقعية تمشي من واقع تنطلق من الواقع لأن تعدى المسات الجماعية في البداية وإرشاد المزارعين وتفاقدهم إلى غير الكثير في جميع عمو الوطن بالنسبة لنواقشو هنا نختار لك تعطينا فرصة شوي دقيقة ولكن نذكر بل أن ذلك ينقالوا نواقشو تتميز المقدرات الزراعية لا يستهانوا بها وقادة تساعد في الجهد الوطني في مزال الزراع لذلك المقدرات ذلك المقدرات قد نذكر منها المناخ المناخ نواقشو على غيرها المناطق الساحلية الوطنية بشكل عام يتميز بأنه مناخ معتدي يساعد أعلى لإنتاج معظم أصناق الخضروات على مدار العام طبعا الجار المزمير أو الجار الزن قد نحن ورح موضوعنا الخضروات هذه المقدرة وزارة الزراع تختير تستغلها استغلال أمزل نواقشو وضملي ما نسوقه كبير سواء المنتجات التسويق المنتجات الزراعية والله الاقتناء المؤيدات الزراعية بالإضافة أيضا بأنه عنده مزارعين مهنيين صحيح بلسطة وعنده إمكانيات محدودة غير قدوا ينظموا إنتاج معتبع ورانكم شفتوا حصيل الخضروات الورقية قاد بنواقشو يساهم بنسبة كبيرة في السوق الورقية قصدي كيف النعناء وكيف البصر خضر وكيف الصلاة وكيف كلامور بالإضافة لأن الخضروات الخرم واللي بادئين يعدلوها بالنسبة لمندوبيات الموكشو الجنوبية التي يمثلها بعد ذلك وكما من البداية نحاول نكتشف جميع أماكن الإنتاج ونوفم مع المزارعين ونتفقدهم القاد ذين يساهم في الجهد الوطني وفي المسائف الذي هامل وزارة باللي نعتبر المزارع الحقيقي والمنتش هو كي ينقال عملة صعبة هو أهم شي في هذه الأعملية كامل لذلك السبب وبناء على هذه القدمة الوزارة من كي قال السيد المدير المدخلات الزراعية وفرتهم في اكتوبر يعني بداية واكبنا للمزارعين كاملين لقاذ يساهم في معركة تنموية يجب المدخلات الزراعية في الوقت المناسق ويجب المعدات البسيطة القادرة لأنها تساعدهم بالإضافة أيضا للإرشاد والتأطير وذلك وقال عندهم مشكلة الماء والحيزة والمولتية العقارية إلى غير ذلك من الأمور يقال يتجد في الحل يلي قضية الماء لذلك المشكلة وعندهم قضية الصرف الصحي يقال باتباع السليب الجديد كيف ترشيد المياه المستخدمة قابلين تغلبوا على ذلك القدمة بالإختصار حكما نطول حتى نقول إنواكشور كمدينة عندها مقدرات زراعية كبيرة ووزارة الزراعة البداية بدأت تفهم القضية بالإضافة إلى عنصر آخر يجبون عقبوا للإنقال والزراعة المنزلية التي اليوم أصلحت لم تعود مجرد هواية لأن الرجاج يبقى لعادة عنده حوش والله لعادة عنده الصح يختار عادة ريش من الخضار وشي ومن تول هي آدة جزء من منظومة التي قالوا الإنتاج بشكل عام المنظمات الزراعية والممتحدة والفاو والحكومات بدأت تضعها ضمن استراتيجيات قطاعاتها من أجل مساعدة الريف والزراعة في المناطق الشاسعة بهذه التي عندها يزال المقدرات وعندها نظم وعندها وبدأت نواكشور شعلا تشهد كيف تعرفوا عقب كورونا وعقب المشاكل شهد تولد شعور وطني عار من القمة إلى القاعدة بضرورة الاكتفاء ذاتي ونحن كمندوبية يوميا يطرق بابنا عشرات المزارعين وحتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق لأمور كامل لأن الناس عندها الرغبة هذا لك الحماس واحده مهم يغير ما يكفي الله يؤطع وهذا هو الذي نحن وارك واحدين فيه نشوفه جميع اكتشاف من هذا المزارعين قادرين لأنهم يلبوا ولأنهم يعدلوا ينفذون هذه ولكن الحماس نزودهم بالمدخلات الزراعية وبالتأطير المناسب وننظمهم وهذا الذي كان يقوم لهم دخولا في التفاصيل رغم المناخ المحتدي الذي تحدثت عن طيلة العام ماذا فعلتم على المستوى الجهوي من أجل إعطاء نتائج ملموسة هو الذي قلت لك لأننا أول شيء يعدلنا الذي نقاله بعد تشخيص واقع الزراعات كثيرة الناس ياسرون من الزراع يقير بحاجة ينظمها ويديرها في إطار معين هذا دور نحن بالإضافة إلى تنفيذ سياسة القطاع في ولاية معين هذا هو دور المندوبيات كيف تعرف تنفيذ سياسة القطاع وبرامج المدخل بالإضافة يقال أن نجلبونهم صورة واسعة عنها فهذا ما الذي الرأي العام واضح لهذا نواكشوت فيه ياسم الزراعات سواء كان زراع منزلي زراع في المدن والله زراع بالنسبة للنواكشوت الجنوبي عدنا يقال بيكا دي ست يقول كل متر 17 على طريق نواكشوت روسو عنده مؤهلات كثيرة عشرات الإيفكتارات ويوميا عشرات المواطنين والتعاونيات والمشاريع يدوروا يستغلوا فيه ومن هنا نختير النبه والنبط نختير نلقي نداء للناس كامل قادة بطريقة علمية طريقة تقنية تدخال الريب بالتنقيق وتدخال الزراعة المحمية عندنا عشرات المزارعين يقومون مزارعين عندهم إمكانيات متواضعة ومع ذلك قادرين ينظم روسهم وينتجوا يوميا حتى نواكب هل تفهم إحصائيات عن المزارعين اليوم على مستوى نواكشوت طبعا بالنسبة نواكشوت كامل من دويات الثلاثة والله وليات الثلاثة فم تقريبا قريبا من الفين إلى ذل التلاف مزارع مرتبط بالزراع بشكل أو بآخر بالنسبة نحن في نواكشوت الجنوبية فم قريبا من 250 مزارع مباشر يعدل الزراع وفم قريبا من الف مرتبط بشكل أو بآخر يوسيط وهذه المزارعين نحن بدئين نظمهم وبدئين نزرهم زرناهم أكثر من زرنا عدلنا عشرات زيارات الميدانية المزارع ولكن فقط المزارعين حتى تعاونيات الشبابية والتعاونيات النسوية اللي بادئين اليوم وفم مملي جيش تنواكشو اللي يزادت عدل اليوم دور كبير بالتفاهم مع وزارة الزراع عن طريق اتفاقية معينة يزادت مستصلحة عشرة كتارات وبدأت توزعهم وزارة مستوى 144 قطعة مستصلحة وهذا كامل يساهم الجهد الوطني للموحول جميل سيد المستشار من دراء شنه هي الأراضي المخصصة للاستصلاح خاصة لهذه المجال اللي قالوا الخضراء بسم الله الرحمن الرحيم شفت الأراضي المخصصة فعلا هو الأراضي كاملة التي قلت عدل فيها زراعة الخضراء زراعة الخضراء ما يكيفت الزراعة على أخرى المحاصيل الكبار كيفت هذا اللي ينقاله الحبوب فعلا لا بد لهم أراضي خصبة من نوع معين وري معين بينما الخضراء ما خالق بليد ما تقلت عدل فيها اليوم في العالم الخضراء يعدلوا من دون أرض أرسل يا غير بعد في موريتاني اليوم التوجه هو للخضراء يعدلوا في الأراضي الغير طينية بحتة والأراضي الموجودة في مناخ ملائم يعود أكثر اعتدال وأقل الحرارة به اللي خالقين بعض من المحاصيل ما يحملوا الحرارة فترة طويلة من الزمن على مستوى وزارة زراعة ارتقات مناطق قابلة لاستصلاح وعدلت فيها بعض من الدراسات أولا في هذه المنطقة النهر ومناطق الداخلية بصدد أنها تعدل فيها استصلاحات الصالح مئة مزارع صغير ويعدل فيهم مزرعات صغيرة من اكتار إلى اكتارين ويعدل فيهم جميع التقنيات الري الحديثة والمحميات باللي يقولوا ليسير والمظلات والري بالتنقيط والري الكاليفورني هذا المتطور وهذا الذي يمكن من زيادة الانتاجية هو المهم هو لأننا مرغو من ذاك الانتاج المخفض لدور بين 6 إلى 12 طن الاختار إلى ما فوق 50 طن الاختار الفرق بسيط من تطبيق التقنيات معينة وتطبيق المدخلات المحسنة من الاسم والبذور والحماية إلى ما غير ذلك عندنا الصمناطق هي التي تعود صالحة للخضروات في مدار السنة وعدل فيها دراسات واحدة عندنا منطقة 1700 اكتار على مستوى الفطوط الساحلي ومبارك معها وعدل فيها دراسة وليه تحضر لعلنها تدخل في هذا النداء الذي عدل فخامة رئيسي الجمهورية لأرضي المال الوطني لاندماج في الانتاج في مجال الزراعي وخالق منطقة اخرى تحدد فيها تقريبا قريبا 7000 الى 8000 اكتار في حالة صصح اللي تعود منها على الاقل 5000 اكتار صالحة لزراعة الخضروات والقمح في بلد بلن لان هذو المناطق الذهما لهي يعود قابلين للتوسعة عندنا منطقة اخرى ضرك الاستصلاح فيها عاد في النهاية على مستوى ركيز في هذا التلاف و500 اكتار للارز معاها 500 اكتار اخرى قابل الاستصلاح للخضروات وداخل في البرمجة ان شاء الله اللي اياك على انهت الاستصلاح لصالح منتجي الخضروات ان شاء الله اذن هذا دراسات مباركة معاها فيها اللي فاتف وفيها اللي جاهز للتنفيذ والهون الهدف هو اعلن رأس المال الوطني المستعد اللي يدخل في نقر الدورة الانتاجية يجبر المساحات الصالحة لانتاج ويجبر الظروف المولائمة لانه يرفع من مستوى الانتاج المستشار المدرسيني المحفزات المقدمة لهم اولا المحفزات المقدمة للناس كاملة اللي اولا جاج وفرت له ارض خصبة لا البذور عادة الدولة توفر البذور لصغار المنتجين توفر البذور وبعض من الاسميدة وبعض من الالات الزراعية ودعم معين لصغار المنتجين الا ان نعرف ان زراعة في العالم كامل تطورها مرتبط بالتحفيزات والدعم لزراعة مدعومة في العالم كامل والدولة مستعدة في تعدى الحاملات وتدعم فيهم جميع المنتجين اياك على انها تحفزهم يقير ذلك الدعم يتم دعم مخصص لكل حاملة ما هو ما هو ما هو ولا هو تلقائي يقير بعد الدولة مستعدة على انها كل فترة ذلك اللي يخدم انتاجية وذلك التوجه اللي موجه شهره دولة تدعمه بذلك الوسائل اللي اللي تدعم بيها اياك ذلك الموسم الزراعي ويوصل للنتاج المطلوبة البرجوة من جميع المنتجين يسوى الصغار ويسوى كبار جميل سيد المدر المدر شنية مناطق الامتاز المركزة عليها في احتياجات اليوم من السوق الوطني اليوم اللي عادت عندها منتاج عاد يصل للبيوت شكرا ما يتعلق بالموضوع كيف كنت قبيل احنا عندنا عدة مناطق عندنا المناطق المروية عندنا المناطق الواحة عندنا المناطق الرطبة وعندنا المناطق الشاطئية هاي المناطق كلها اليوم داخل دورة الانتاج والوزارة مشى طاقم ارشادي جل هاي المناطق وهذا حكما الطاقم الارشادي غاب السنوات الاخيرة وعنده دور مهم في تكوين المزارعين على الرزم التقنية بصيفة عامة وحنا مركزين اساسا على منطقة الدلتا ومنطقة الزارزة اللي حباها الله بوروه مراقية جيدة تماما وزراعة القدروات تمتد فيها طيلة السنة هذا يقودني هون على نفهم مشكل وهذا يتعلق عنه بسؤال طاحته على السيد المستشار هو أن نفهم غياب شبه تام للميكانة الزراعية به التوسع في المساحات خاصة في المناطق الضفة وتهيئة الأرض الملائمة لازم ميكانة زراعية تجدو الإشارة هنا على أن زراعة الخدرات تقام أساسا حقول مؤهل أصلا لزراعة الأرز وأرض طينية وهذا ما هو قابل لزراعة الخدرات به الزراعة الخدرات لازم تعود أرض رمضية خفيفة وبالتالي المساحات المهيئة لها ما هي موجودة أصلا المزارعين كثير كثير من المزارعين اليوم يزرعون في مساحات أصلا خاصة مهيئة لزراعة الأرض هذه مشكلة معناها نفهم جهد يا الله إن دار في قضية الميكانة الزراعية لتمكين كافة المزارعين من استفراح مساحاتهم ويمشوا في الموسم بشكل سريع هذا من جهة فهم كيف ماتق الوحادية خضروات مقامل من ماتق الوحادية نجاوز سيد المدير شنه الآليات اللي قابلين من نجل التصحيح هذه الوضعية اللي فات وقعهما فيه الآن من درا كان فهم مناطق محادية لهم تصلاح اللي قدوا يتحولوا لها مثلا والله شنه الآليات اللي عند الوزارة من نجل قطة الوزارة على التشجيع ودمج القطاع الخاص بهاللي كيف تعاله الدولة مات الزراعة يقل تقلق الظروف المواتية للزراعة من تحفيزات ومواكبة فهم دمج القطاع الخاص فيه وفهم توجه باقتناء الآليات والله الآليات الزراعية المخاصة لهذا وفهم قطعا بداية تجاوبة معها شنه في زراعة الأرص بهاللي الحاصلات بالإدجي وفهم مستثمرين بدءوا يجيبوا ليتراكتير اللي هم الجرارات ومعهم الوسائل كاملة من أجل السيطرة للمعضل اللي بالنسبة لنا عائق كبير ولازم السيطرة بهاللي بدون ميكانة زراعية فهم عزوب كبير للمزارعين عن زراعة بشكل عام سواء زراعة مطارية وزراعة بهاللي فهم مجهود عضلي اليوم مدهام تتوجه تكثيف الزراعة خاصة زراعة الخضروات لازم مواكبة بالميكانة الزراعية بهاللي اليوم البذر يعدل الابريد ومزارع تاجر شيء ما عنده مرضودية ما لا يستعب اولا اليوم عندنا برنامج كبير في زراعة البطاط في السنة الماضية دمجنانو دخلوا فيها من جهة العمال ونتائجه كانت مشجعة تماما اليوم يقضي السوق وهذه مبادرة جيدة مواكبة القطاع يقير هذا لازم مواكبة بآلات الزراعية للبذر حتى للقطف بهاللي إذا كان يعدل يدويا وهذا لين تقرص المستوى مرضودية لها يصبح بدون آليات وتقنيات جديدة يصبح المزارع خاصة ربما لكن المجهود اللي مواكبة الوزارع هو أعلنها تشجع القطاع الخاص بأعلنه يتقلب قوة في إطار الميكانة الزراعية ويدخل بقوة في زراعة الخضروات بهالي كيف كنت قبيل كانت تعتمد على النمط تقليدي من الصغار لمزارعين المزارع قطع وماكبتهم يقير لازم جهد كبير لدون القطاع الخاص من أجل أنه يتقلب هذا المجال وبالتالي تعود المرضودية أكبر فهم قطعا إدخال بذور هجينة وهذا وفهم تقليل اليسار اللي هما التقنية جديدة اللي تساعد خاصة المزارعين في المناطق الحارة وهذا لا يمكن من تكثيف على المستوى مناطق خاصة مناطق الدفة وبالتالي نقدر في القريب العاجل نتواصل الاكتفاء ذاتي من خدروات معنها طينية منطقة طينية لا أنا قلت لك عن إدخال الميكانة الزراعية هذه غروف كاملة وليس نقول لا وارك عن ما نعيش حتى على زراعة الخدروات بين اللي نحن بزراعة الأرز من السبعين نيات نكاد بالكاد نعود نحق في اكتفاء ذاتي بالدولة ضقت فيها إمكانيات هائلة واستراتيجيات متعددة والحمد لله نحن اليوم انقارب الاكتفاء ذاتي معناها أن ما يتعلق بزراعة الخدروات شايف أن ما نعيش لها حتى بها خطة خماسية نقاط عدة وبالتالي تتركز أساسا على الميكانة الزراعية هي الأولى ودخول القطاع الخاص استجلاب تقنيات جديدة من تكثير ومواكبة الأرشادية كيف قلت قبيل أعلن الوزارة ذا العام 65 مرشد زراعي اندخلتهم في المناطق الانتاج يسوى منها على المستوى المروي يسوى على المستوى الواحات والمناطق الراطبة وهذا ساهم بشكل كبير اليوم في الانتاج وتكثير من المردودية بهذه المناطق الانتاج في الداخل حسب التقارير التي وصلتنا أعلن ما جاءها ياسر من السوق الماكشوط بهذه السوق الماكشوط المركزية هنا السوق يتزود المناطق الداخلية وإحنا يجب أن نستطيع المناطق الداخلية الاستيراد لا يخف ما يتعلق بتزويد الماكشوط ضقت على الماكشوط جميل سيد مدوب مدرح ما هي الوسائل التي تساعد بها المزارعين الصغار في ولاية الماكشوط الجنوبية بالنسبة الوسائل التي تساعد بها المزارعين ما فيها من إرشاد وغيره طبعا نحن نفس السياسة القطاع في الولاية والبداية كي يقال السيد المدير الوزارة ذا العام أعطيت من البداية وفرت في البداية ذا اللي نقال المدخلات الزراعية كير بذور أساسا المزارعين يجب على البذور في فترة مؤينة فترة مبكرة يقد يعدل عليها باط برنامج بالإضافة طبعا الأدوات الزراعية المختلفة اللي تساعد في فلاحة الأرض وفي تهيئة بالإضافة إلى كي قلت الزيارة المدانية والإرشاد والتسجع وهنا نختار نقول المزارعين نحن نختار مزارع يقال يستفاد من التجارب ما هو فقط اللي لدى الدعم كذا يقال يستفاد من التجاربه لأنه يعود عارف يقال عادت حول عنده ثقاغ شوي زيارعية يقد يطور بها حقنا وهذا أنا بحسب ويستنظري أهم من ياتر بكل اللي تمضي سنة أحرث سواء كانت خضروات والله قاعدت الزراعات الأخرى اللي تعود ما قد يتخلق كمزارع ماشي ذي العملية ما قد يتخلق نوع من الثقافة الزراعية لأنك تعرف على آفة مثلا المعجنة والله تعرف لأنه النبات ومع الحل معجنة والله ذي منطقة ما هي كبال والله منطقة هذا نوع من الثقافات المتراكمة هو اللي يخلق مزارع ميهني مذقف قادرة على تطوير إنتاجه وهذا من المسائل اللي نحن نحاوله مسائل ننبث اللي نقال الثقافة الزراعية في المسائل شنو الطريقة لتعدلها بي لأرشاد والتعطية نوعية لأرشاد نوعية لأرشاد نحن كيف قال السيد المدير الوزارة للعام وفرت نتبأة ستين مرشد وتطور على مستوى الوطني ونحن في المواكسوط الجنوبية عندنا مرشدين الحمد لله عندهم عدلوا زيارات وفهم مملي خطة عملية كي لاستمارات وكيفي لاسئلة وكيفي لاسئلة وكيفي يقدوا دراك رملية أكثر هي رملية ومناسبة جدا متجاوزة ما هي فعلة من أولويات نظرك عننا بعد قاعدنا الرصخ ويقال ثقافة الزراعة ونسكنوا قارب المزارعين على ذا ما هو اليوم واحد يحرث والصبح في نقطة ساخنة يبيع إلى غير ذلك من الطرابات التي تشوش على أي برنامج حكومي معين نظرك ندوره خلق مجتمع جراحي من المزارعين قادر على تنفيذ الخطة وقادر على استعاد الأمور التقنية الأمور لأنه التراب والسماد العضوي والسماد يقولون أنه ثقافة ذا كيفية هذا هو الذي نحن نسعاوله بالإضاءة طبعا الناس على كل حال المزارعين ما هو واحد خالق شمال مزارعين صغال مزارعين عنده زراعات محدودة وخالق مولي شمال مستثمرين الخصوصيين اللي عاد عندهم ثقافة معينة وعادوا مولي عندهم إمكانيات أكثر لهم مولي نحن نحاول ونشجعوهم ونصنفوه كل حد كل مجموعة المزارعين نصنفوه خالق نقطة درس تصنيفات اللي حنتكم حتى الآن شمال تصنيفات فيما ربع مجموعات تقريبا فيم مجموعة خصوصية هم من أنفسهم يختاروا يمارسوا الزراعة وعندهم ملا مقدرة وفيم مجموعة شبابية من النساء والشباب اللي تكتلوا وهنا أنا نشيد بقى لأنه دور شمال التعاونيات الزراعية اللي مجموعة من الشباب اللي قابلت تحديد نقاري تعاونية النجاح اللي مجموعة من الشباب في الداخل والخارج جابروا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وقربوا لأنهم يستاذ المرضى وشرعوا هكتار والله هكتارين هكتارين يغير الله مستغلين من هكتار منطقة بيكاديست هذه منطقة أحدها وبدعوا وعينوا لهم حاسب وعينوا لهم مدير وعينوا إدارة حق المنتمي ونحن المندوبية زيناهم وساعدناهم القادين ساعدوا بها هذا غير النوع من مبادرة وطبعا الصحنا من بل أنهم ما يضعوا ويعجلوا إلى زبر الصبح آئق والله ما يقولوا ما يحكموا بلأن الزراعة الزراعة عملية تراكمية طويل سواء الصقاع الزراعة في حقول كبيرة هذا الزراعة المنزلية أو الزراعة في المدر هذا غير النوع من التفكير وهذا النوع من المسحى يليهن يواكبوا وقدمتوا نحن حاضرين لهم وذلك الإله الكامل قد نعطوهم من الدعم ندعمهم به هذا غير النوع من المزارعين هو زال يقد يعدي الفرق آقب لنتطيني فرصة شوي خالق النقطة نختير نقولها قضية زراعة الخضروات ساعة الخضروات السنة لا شيء كبدت على موريتان يا غير الرائع العام الوطني يا الله يفهم نقطة بل أن الزراعة منتج الزراعي أي منتج تخصصي سواء كان زراعي أو تنمية حيوانية أو الصيل أو حتى معاذن إليه يمشي من الحقل قيس السوق هو آد بضاعة تجارية تنطبق عليه قوانين ونظم السوق لأنه من رقم نحيز الزراع أنا نقدر ننتج حقل معين من تماته أو من الكاروت أو من الحبوب من مختلف أنواعها إليه يوفى من البذر إلى الحصاد ونواقبه ونأطره وننقل شور السوق هنا بدأت محل أخر صحيح حد الزراعي يا الله وتميلا مستمع يقول هون بدأت مرحلة السوق هون دائما يخلقوا مضاربات بل أنه يخلق هون بحاجة نحن النظم تسويقي سواء كانت بمعنى بلد مترامي لأطرار مساحته أكثر من مليون كلما تمر رضع الصحاري وذلك من الأخضر أن كل منطقة ولاية والله بلدية كبيرة تخلق عندها نظام تسويقي قادر على أنه أحيانا غير طلب من التخزين وغير وياسر تطلب تخزين على هذه المراهدية قام بسالة فهم ياسر ومعوقات نحن عندنا ياسر من التحدية غير ذلك بعد البداية مهم البداية لإرادة ووضوح الخطة وهذا النوع منها هذا بعض النقطة أخطرت تنشر عليها من دائما الرجاج يقول له نحن اليوم تماتها في السوق بـ 500 أو 400 ونحن وتعود ماذا لنهية عندها وفرة هذا نوع من خل يداول لأنه من نظام التسويقي بالإضافة بالتعاون بين وزارة الزراعة وزارة التجار والقطاع كان المجالس الجوية كل ما نضخ أكبر كل ما نضخ أكبر كل ما نضخ كل ما نتغسر تحود تخضع لذي ينقال له قوانين السوق يخلق يأسر المضاربات أحيانا ويأسر على النهون سيد مستشار إلى هنا ندخل وارك في مذكرة التفاهم اللي وقعتم مؤخرا ثم في الوزارة مع الاتحاد وطن العرباب العمل الموريتاني كيف سيتم خلق تعاطد بين الوزارة والقطاع الخاص الهادف حسب المذكرة اللي اقتلعنا لها إلى توحيد الجهود والإمكانات سبيلا لتخفيف العجز الملاحظ في إنتاج الخضراء والله عند انطلاق الحملة الزراعية السنة الماضية في خمسة يولية في الولايات الترازة أكد فخمت رئيس الجمهورية لضرورة الإدماج لرأس المال الوطني رجال الأعمال في العملية الإنتاجية و خلقوا فيها بعض من المبادرات الخصوصية اللي حققتا وحكما كانت ذات إضافة نوعية في الحملة الزراعية اللي خلقت وبالتزامن مع ذلك عدلت اتحاد أرباب العمل باسم بعض من الرجال الأعمال مذكر التفاهم مع وزارة المالية ووزارة الزراعة بصدد بصدد استغلال ثلاث تلاف اكتار من الخضروات وتوفير وإنشاء قدرة تخزينية بسعة خمسطعش طرال الفطون من التبريد على مستوى واقشور وهذه الاتفاقية ما زالت سارية المفقول إلا أنها المراحل اللي فات قطعت عادية المرحلة لولا هي ندرك كان لأراضي لذل التلاف كان فات تحدد كان تم استصلاحها إياك تم الشروع وتنفيذه حق اعتنى حكم أن هذه المساحة التي هي فات تحدد على مراحل المرحلة لولا وحددت منطقة على مستوى أفطوط ساحلي وعقب واتحاد أرباب العمل ما 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 ارتع لأنها هي هي المناسبة وحدد منطقة أخرى في منطقة الشرقية وبعد الدراسة ولاحظ لأنها تكلفة استصلاحها باهظة جدا نظرا لفارقة للمستوى لقناة الري اللي تزوذ بالمياه وحقا وحكما ما زال البحث جاري عن مناطق التي تستوع بذيك ذل التلاف كتار وهذا الإطار هو الذي قلت لكم أعلنه أرتعينا لنخالقة منطقة في نقر مقاطع بلدية مبالل في حالة في حالة توصص الحد فيها على الأقل 5,000 إلى 6,000 كتار صالحة لزراعة الخضروات والقمح وربما تعود هي الأنسب لهذه الاتفاقية لتطبيق بنود هذه الاتفاقية بينما الجانب الشق الأخر اللي هو توفير قدرة التخزين بـ 15,000 طن تبرين وحدت المنطقة عند الكيلومتر 17 وحدت وعدلها اللي نقال لبورناج سعة 10 اكتارات وستلموها رجال الأعمال و ما زالت ما فات ما فات تقدمت عدلوا الدراسات وشفنا الدراسات وشفنا بعض من رجال الأعمال اللي عدل فات قاعد مكت نموذجية لمخازن التبريد اللي هي عدله إلا أن المجروع ما فات تقدم كثيرا و شخصيا أرى على أن لازم يبدأ المشروع بخطوة يسوي يشنهية إياك لأنه يتواصل مدام على هذا المستوى الذي تم لها في حذر وفي التقاعز أرى أعلن الإنتاج ضروري و ما يلا رجال الأعمال يعدوا متخوشين من مرضوديت لإنتاج الزراعي بهاللي في هذه الظروف الذهية شفنا أعلن فترة معينة واحدة من دول جوار فاتت أعلن أعلنها ليتقفل عن تصدير موادها الزراعية شور جميع المناطق أوروبا وإفريقيا ونظراً لظروف العالمية اليوم بما فيها الحرب الدائرة في شرق أوروبا وبنظراً التجربة التي اقبضنا من فترة جائحة كورونا ونقص والتقلص الكبير في المواد الغذائية في العالم وندرة البذور وندرة الأسمدة التي شهدنا فيها مؤزمة عام الأول كبيرة هذا كامل يشجعنا على أن ما تلين نتخوشوا من أي إنتاج يسوه وشن هو يقد ينتج على المستوى المحلي به اللي السوق مستوعبه واللي منه جبار فائض لا مجال لأن يعودوا دول أخرى تصدر موادنا الزراعية ونحن لا نريد أن نصدر موادنا الزراعية الطلب الذي تم متزايد في العالم ونحن وحدنا هم قادرين على أن نعدلوا اكتفاء ذاتي وتصدروا موادنا شور الخارج هذا نداء موجه للرجال الأعمال الرأس المال الوطني إياك ما يتخوشوا من أنهم إلى أن ينتجوا شي على أنه لا يخسر أبدا ما فيه أي خسارة كل ما زاد الانتاج كل ما نفتحوا أفاق للتصدير ومتوفرة به اللي دول جنوبنا يصدروا شمالنا شور أوروبا وحن أقرب لها ودول شمالنا يصدروا شور إفريقيا وحن أقرب لها إذا أعلن لا مجالة أعلننا ما نعودوا إحنا ننتجوا ونصدروا شور هاي اللي يقرب لنا بطريقة أمثل بطريقة أسهل وبمردودية أكثر جميل سيد مدير ماذا عن مقدرات البلاد في مجال إنتاج الخبروات واستغلالها ضمن طبعا بنود مذكرة التفاهم اللي كان يتحدث عن المستشار أنا في اجتهادي على أن هذه المذكرة التفاهم مذكرة جيدة تماما نظرا على أنها لا هي تضمن جهة لرجال الأعمال مواكبة من الدولة وتوفير كل متطلباتهم في إطار دفتر التلزامات يارتعود واضح المعالم ذا الخطة كيف شار لها سيد المستشار يارتعود مبرية لأمور واضحة المعالم شنهي ذاك دفتر التلزامات اللي فيه بنود واضحة كيف قلنا حالا قضية ذا التبريد بيليا الخضروات اللي ما تجبر مكان مخازن الحفظ وطيلة الفترة الفترة الصيف ما هي تتعود عندها أي نتيجة كيف تعرفو احنا ننتجه بفاصل واحد كيف قدتك بيت وكميات القضربات تتراكم يسوى الصقاع على مستوى ماكشوت ويسوى على مستوى الداخل وبالتالي فم تدني كبير لثمنها هذا معروف إلي أن تعود فم بنى تحتية كبيرة بإعلانها لا يتحفظ ذاك الفائض اللي ما هو مستهلك ضرورة الانتاج هذا ظاهر لبنه شيء مهم تماما ويالت رجال الأعمال لا يشربوا التزامات في اتجاه ذا البند اللي خاص بالمنطقة اللي تم اختيارها بكاديست واللي ظاهر لبنها إلي يتم إيجازها لا يتعود نقطة مهمة في مجال تطور هاي الشعبة فم نقطة هانية هي اللي نبقى إنشغلها هي قضية الكيف إحنا منتجين ومزارعين ما يفرقه بين منتوج ذا جودة المهم من ذلك لا ينتج لقياها كامل لا يديره في الزجيب ولا يديره كي يصو ويديره في السوق لا هو فم يارتو يكرب له ويطريه بصفة عاملة فمغار بلاء لذا اللي منتوج عندك لا يتحصل عليه يارتك تقارب له هذا عنده ثمن وذاك عنده ثمن محلي وذاك يقدر يعود دون ذاك دون ذاك معناها لأن هاي النقطة بالذات هي هي اللي يارت المزارع يطرح له البال وهي مواسسة الفرق بين ذا اللي يستجدل من الخارج ومنتوج نحن المحلي بين ما نطرحه بال للكيف كيف وضعت منتوجنا ولا تحسينات اللي تطرأ عليه بشكل على أنه يصبح منتوج يقدم باع بالطريقة اللي ويصبح منتوج يقدم نافس ما يتعلق بالسؤال مجاة اخرى الولاي كاملة راه لبن دجال العمال لا مناص معلنهم يدخلوا في هذا الحق ويارتهم ينتز الفرصة من مواكبة الدولة ومسارة في هذا المجال ومذاك التفاهم بين القطاع ورجال الأعمال نبوب على قدم النقاط اللي ضام لهم هما قطعا مواكبة وفي نفس وقت لاهي يصفه وهذا قطعا ومجال مجال ذرع به للمقدرات اللي عندنا إن استقلت مصدر ذرع للمزارعين ورجال الأعمال على المستوى الوطني به اللي لاهي يعود فيه انتصاص من ناحية اليد العاملة فيه اكتفاء ذاتي وفي نفس الوقت اللي دولتنا مؤهلة بإعلنها تصدر الباقي دول العالم نظرا المتوفر عليه من وسائل وقربها من أوروبا والمناطق كاملة اللي فريقية الدول المحاذية جميل سيد من ناحية التحفيزات المقدمة لأصحاب مبادرات الشخصية التعاونيات بمجال دعم لإنتاج الزراع بالنسبة لأصحاب مبادرات دائما نرقز على حسب بعض اللي يجينا دائما قضية التراب قطع قطع الأرضية وهون نختار مستغلي الفرصة نقول القطع الأرضية كيف تعرف عندها قوانين تحكم وعندها قطاع ما نيش به أنا اللي نعرف الصورة اللي رسمنا بعد كيلومتر 17 اللي هي بيكا دي 6 هذا المشروع اللي قط عادلة الدول اللي المشروع طموح واللي أقاب الزرورته كاملين هات ياسم من التعاونيات والمشارع نقدر نعرف بلنه نقدر نأكذ بلنه منطقة زراعية فعلا وبالنه عاقب تخلق إرادة حقيقية وعدل كيصنف كمنطقة زراعية عن أنه تحرم في البنيان والله العمران وذي الشي وزع بطريقة تشوف الدولة بلنها مناسبة هذا يقد يخلق بالنسبة لكي كتر مبادرات نحن متاح من الأمور الكمية وبالإرشاد والتعطير والزيارات والتشجع وهذه هي بداية الخطوة وهذا نختار ما الذي نقول للمزارعين بشكل عام حتى كامل هم وإعدالي العملية الزراعية يعرى بلنه ماهي لا يخلق بالعجل تراكم وصبر والمزارع الحقيقي يوصل بلنه هو الإنسان اللي يبني استراتيجيته على الزراع يقرب من أولاد وعاقب يعدل من السراتيجي بللي هو اللي يقد إواكد العملية يعني مزارع الفرصة ما يقد حدي من عليه السراتيجي ونختار المبالي مواجه ندام بلنه ذالي قال الزراع ماهي كقطاع نحن كقطاع الزراع وحدنا هم اللي يقدر عدله وإنما يحتاج الإعلام فيه ويحتاج للرأي العام الوطني كامل يفهم بلن للمقدرات والله لتحفيزات لتعطي الوزارة هي على كل حال محدودة بها اللي بشكل العام نحن عندنا ميزانية محدودة وهنا يقدر موالي معرف الوزارة كنت نختار نقول موجهة واحدة معين إذا أفسد شي بيلا هذه بيلا العاد اللي تندار في يد موزالة حقيقي يحدث فيها البر ولي تنطع واحد واخر ما يمون يمون زرق الصباح ونضيع شي من هذا ما أنا أريد أن خالق الموالي ظاهرة كيف تعرف دائما يفتح مجال معين للدعم يسوي أي دعم شيخ يأترم الخلق ويأد أسلم موزالة وهنا لابد من الروح الوطنية ورأي الوطني يفهم للرواية لأن نحن اليوم نحن معدنين غير الموالي ما يخصر قلت لكم لأن هذا المنبع نختار لدي فرصة حقيقية وهذا على كل حال من مقشوط وغير المقشوط نحن نعرف كامل المزارعين الحقيقيين يالله حد لا ينافسهم ينافسهم لا بشي يقود في لأنه حق عنده وذيالشي هذا بعض من باب قضية التعفيزات وذيالشي نوع شوط كي قد نحن ما زلنا في دور طوينية وذلك ما زلنا نحد ونصنف المزارعين وذلك غير لا يعني للمزارعين المقشوط ما يقدموا دور كبير كي قدت لك قدموا دور كبير في أخبار الخضروات وخاصة الخضروات الورقية وقال الدين وقال الدين الذي يزيل هذا وبما أن كنت نظر كنتحدث السيد المستشار وسيد المدير عن مبادرة التفاهم التي وقعت بين وزارة ورجال الأعمال وشفنا اللقاء الذي يجمع بين فخانة رئيس الجمهورية ورجال الأعمال في قصر المؤتمرات مؤخرا والذي أغلب رجال الأعمال قدموا مبادرات حول الزراعة ألاف الهكتار وشي أنا مري نختيرهم نختير نطلب منهم لأنهم يدعموا استغال المزارعين يفتحوا لهم صناديق تمويل بسيط لأن التمويل المجلد يوم هو ذات من أساليب الزراعة ياسم المزارعين الحقيقيين واللي متفرغين للزراعة واللي اكتسبوا مهارة في الزراعة غير ما على أسف ينقصهم التمويلات الصغيرة تمويلات مهارة بسيطة وتعود إلى شكل قروض ميسر هذا بعض الجانب يلقى يصح لأن رجال أعمالنا يفكروا فيه هذا يدور من الوزاة يحدث فرق من دراك هذا ما يريد تعدل الدولة هذه الدولة تعدل بطريقة أو بأخرى عند صناديق نحن لا تنسى مولي تاني بلد مترامي لأطراح وقطع الزراعة يعني بالخضروات ويعني بالزراعة المطارية بنواع ويعني بالرواحات ويعني بزراعة الأورس هم الذين يقدموا قروض المفروض أنهم دروا منها الربح الدولة تتعود ما دروا منها الربح الدورة لا رأس المالية أرجع لأنها هذه خططة على كل حال الدولة عند السياسة في المجال هذا قاعد قصد قد توقعنا كرقاج ما تم في المجال نختارهم يفكروا في ذرواية بهالي ذينا بدور تحدث تحدث جميل سيد مستشار المدرشنية المعلومات المتوفرة حتى الآن حول توفير خدمتي المياه والكهرباء لمواقع الانتاج بسم الله الرحمن الرحيم شوف هذا ما قاعد ضروري به الدولة دورها هي توفير المياه لجميع المناطق الزراعية والسهر على انسيابية المياه في المجاري كاملة و لمواكبة المزارعين في جميع المواسم للحي بدون انقطاع توفير المياه في جميع المناطق الزراعية على جميع الروافد و شق الآبار والآبار الارتوازية في مناطق الواحات ومناطق المطارية وتشييد السدود لتوفير المياه في جميع المناطق والقنوات لشقة الدولة في نقر من تبارك معاهم في جميع المناطق اللي قاد يوصلهم هذا هو دور الدولة وفي الوقت الراهن فيه مشروع كبير ضخم لكهربة المناطق الانتاجية على طول الضفة وهذا المشروع هذا هو حقا تلو حكم أنه يمكن من جميع المزارعين توصلهم الكهرباء أولا وصول الكهرباء يعني الحضارة الحضارة بنواعها الاستقرار أيضا ومطلوف الزراعة توفير الكهرباء في المناطق الانتاجية لولا يحد بعد دقاء وينقص من تكاليف بعد دقاء الانتاج به زراعة مزودة بالكهرباء تعمل للطاقة الحرارية الجيزل والغير هذا بعد دقاء توفير للجهد وتكاليف الانتاج وثانيا بطبيعة الحال حضارة وتطور وتسهيل جميع العمليات به الورشات التي تستخدم فيها الكهرباء توفر تسهيلات لجميع آلات الانتاج هذا من ناحية وفعلا هذا مشروع موجود ومولة الدولة عن طريق الشركة الوطنية للكهرباء صميلك ووليهي يمكن من كهرباء جميع المناطق الزراعية للضفة في المحالة الأولى وحقا حكما التسهيلات التي تعدل الدولة من استصلاحات ومن مد الطرق وشبكات المياه المجاري المياه وانسيابتها وعادة تأهيلها وكل ما طرع لها عطل لتوفير المياه وفك العزلة عن المناطق الانتاجية هذا هو دور الدولة وقايمة به ومتواصل ودائم سيد مدرين هل شرعتم في استخدام المهارات والخبرة والمعرفة لدى مصالح القطاعكم والقطاع الخاص بطبيعة الحال لضمان تحقيق هذه الشراكة بالنسبة لنا عملنا في إطار هذه الخطة لأن مواكبته بنقل الخبرات لا مناصمة وذو اللي قلت لك بارك على أن وفرنا طاقم إرشادي في كافة المناطق الانتاج بفعلا هذا الطاقم الإرشادي لا يستوفي قد يعود الشروط كاملة ولا حاجيات كبار المنتجين بهلي قد يعود عندهم رقبة تكنولوجيات قد يعود متطورة أكثر والإرشاد الزراعي في العالم إرشاد متفاوت الأهمية ثم رجال أعمال عندهم هما قدر على مستواهم يقومون كاتب دراسات ويقومون تكنولوجيات وفهم هادسين زراعيين والدولة نهاية توفر بشكل شامل هذه الخدمة نحن على مستوانا مسابقين فيها أساسا مناطق الإنتاج القراء والأرياف والصغار المنتجين وتعاونيات هذا قطعا خارطة نحن نتبعوها وفي نفس الوقت مواكبة للمزارعين الكبار بما يتعلق لكل التقنيات والنصايح حتى على المستوى المركزي والمستوى الجهو أيضا في ذلك اللي عندهم فيه نقص من مجال البذور بين اللي نواجه دائما نصايح ما يتعلق البذور الهيجينة اللي تم إدخالها خاصة في السنوات الأخيرة اللي عندها مردودية كبيرة وهذا قطعنه في مجال اللي ينقال لاسير والله المضاللات اللي تم إدخالها السنة الماضية والدولة دخلت منها طرابة 150 تم توزيع ثلاثة للمزارعين وفي نفس الوقت اللي احنا في قيد في الحامل المعاكسة الحالية التوفير الباقي بهلي يدخل بدورة الانتاج الحالية اللي احنا لهنا إن شاء الله نطقوها في القريب العاجل هذا الشيء مهم والتكنولوجيا ضرورية بهلي المردودية عبارة عنه عن حزمة ولا رزمة من البرامات والله اللي لازم تم تتبعها كالبولور كيف ت البدر المبكر بهلي الفترة الزمنية عند تلعب دور مهم في سلسلة الانتاج كيف ت تقلب على الحشايش الابات الزراعية وهذا كله إليه ما يسيط عليه مسؤول عن جزء والله جزء بسيط من المردودية وإحنا بتوفير هذا الطاقة شايفين الحمد لله والنتاج إيجابية بالليل السنة الهدف كان عندنا ستة لاف كتار وقطعا البعث أخيرا اللي ماشينا من الإدارة وإدارة الإحصائيات اللي اقتصرت على المزارعين اللي عندهم مساحات فوق هكتارين توصلنا إلى أقرابة 4000 هكتار ناهيك عن المزارعين اللي عندهم مساحات تحت هكتارين وهذا يوحب عن الهدف نقدر عدلات قطيناه وهذا يشرح وفرت المنتوج في المناطق الإنتاج بصفة عامة الرقابة المجابعة من طرف من طرف سيد مندوب من درسلية نوعية الخضروات المتوفرة اليوم زراعتها على مستوى واقشوط ولاياته ثلاثة الطبيعة طيب نختار اخطيني فرصة شوين نتكلم عن الزراعة المنزلية نسوي 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 لنواقشوط الجنوبية اللي قانواقشوط بشكل نعم هي مؤظمة صناف الخضروات الصناف الخضروات الرئيسية المعروفة واللي توفر وزارة الزراعة بذورها وتشجع عليها كيف بصال وكيف طماطم وكيف جزار وكيف تختصار يكباط العناصر الكامل اللي نعرف بما في أيضا الخضروات الورقية كيف قلنا كامل متوفر وبشكال ومولي وبهذا نختار فقط نشرها لقضية الزراعة المنزلية يزال يزال مكونة ها مليون تسعة وزارة الزراعة وبدأت فئلا تدعمها ما هو مجرد شجع حتى تحاول تطورها عن طريق بعض شمال المشاريع التابعة للوزارة ليوفروا بعض الآليات للري المعينة وماذا احنا مثلا في ولاية نواق شوط الجنوبي منذولية نواق شوط الجنوبي سجلنا إلى حد الآن قريب من 400 هذا بغض نقرأ عنها كل أخر نقول لك ذا اللي مسجلنا نحنا وذا اللي زرناها والله زارهم معطرين قريب من 400 وزراعة منزلية في عرافات وفي الميناء وفي الرياض بالإضاءة طبع موريتاني ممتازة بروان بنيانها وفوقي ما هو عمودي في العالم أول كنت أختار نجيب بل أنه متاح خاصة بل أن فم مصطاح وفم حتى كامل عنده قدرة هل نقول لك التجربة اللي فيل واقعا نحنا بغض النظر عن هذا لأن فم اهتمام كبير بذل ينقال الزراعة المنزلي ونحن إلى حد هذا يطي اكتفاء ذاتي للأسرة قاع جنر وساعد وين يجمع زراعة المنزلية اليوم لأم تعود كي قلت لك قبيل هواية بالنقاية حد يعادلية آت جهد حتى الوزارة وزارة الوزارة في خططها تطويرها وفي الاستراتيج اللي قدمها الوزير السابق في قدام باطل مجلس وزارة حول خططة تطوير زراعة الخضراء من ضمن هذين المكونين نقالها الزراعة المنزلية الزراعة المنزلية تطوير في مدينتي في نواكشوت أكثر تطوير مناخها معتدل وعندها والناس تطوير آت أكثر أكثر جدوائية ونحن نشجعوها بشكل كبير نزوره ونختار نخلق مشاريع لن أرجع لكم ما زلنا ما تلمن يا سر لن أرجع لك سؤال آخر سيد مستشار إلى أين وصلنا من أجل توصل أو تقرب إلى الاكتفاء ذات ولمن الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل في الوطن بسم الله الرحمن الرحيم شوف أولا نختار نفسر بعد قاع على الهدف اللي هو تقدم في الإنتاج إلى الوصول للاكتفاء ذاتي مراحل يقرم اللي مراحل وعندها آليات الآلية الأولى التي تعود هذا اللي كنا نشاهد من توسع في المساحات الزراعية المخصصة للخضروات كيف قال قبيل المدير لأن أقلب المساحات المزروعة بالخضروات في منطقة الضفة هي أراضي زراعية غير ملائمة للخضروات أساسا بهذه تحتاج العمل أكثر وتحتاج لتقنيات وسائل أكبر إلا أنها ضرق بعض مستقدمة وإياك على أنها تعطي نتائج المرجوة لا أبدالها من تسميت أكثر ولا أبدالها من رأي أكثر ولا أبدالها من آلات زراعية مكنة إياك على أنها تقريب التربة وتهيئتها وتهويتها وذلك شيئات وحماية همه من الآفات التي منطقة أكثر فيها الآفات إذن الهدف الأول هو توسيع المساحات الزراعية المخصصة للخضروات من أهداف زيادة الإنتاج والإنتاجية للوصول للاكتفاء ذاتي الجانب الأخر والشق الأخر هو تطوير التقنيات تطوير التقنيات على نوعين واحدا هو تطوير التقنيات الأساسية معناها استخدام البذر المحسنة والهجينة واستخدام وسائل الرأي المتطورة وتسميد الكافي والمناسب به اللقاء تسميد تسميد المحاصيل الكبرى كي ت القمح والأرز وهذا ما هو نفس تسميد ولا هو نفس الأسميد اللي يعمل في الخضرات وطرق طرق الحماية وتهيئة المشاتل إياك على النبتة التي تنتقل وتعود قوية وقادرة على أنها تنتقل وتعطي إنتاجية أكثر إذن هذا تطوير التقنيات الأساسي هو الذي فتنت باركنا معه في الحملة الماضية وهو الذي متباركنا معه في تحضير الحملة الصيفية التي فصدد بدايتها السبوع لجاء إن شاء الله هذا وسائل التي مكننا لأن كل ما تعمقنا في واحدة منه والأخرى نزيد من القاعدة الإنتاجية ونزيد من التقرب من الولوج للاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي الصهون ملي يا الله يعود مفهوم لأن كل ما زاد الإنتاج كل ما زاد تكاليف للتخزين والتبريد والحفظ للوصول للأسواق في الوقت المناسب به الذي انتقى إلى انتجته كامل ما بين شهر يوناير وشهر أبريل يبقى إذن شهر من السنة هذا الذي انتجته وهي انتكلف ذيك الفترة والله يخسر إلى أن ما تعد عندك وسائل تواصل فيها الإنتاج طيلة السنة معنا أن تعد عندك بذور صالحة للإنتاج خارج الفترة الباردة معناها بذور الصيفية وعندك وسائل تخزين لمنتوج الذي توفر فترة محدود ملائم فيها الإنتاج الذي تبقى فترة الأخرى ما عندك فيها إنتاج به يخسر ما جبرت لوس وسائل حفظ وهو وسائل تبريد التي تخزنوا فيها المرحلة الأخرى هو لن لابد من تفكير مستقبلا في إنشاء وحدات صناعية صغيرة وكبيرة لتطوير الإنتاج وضمان لجميع المنتجين على أن منتجهم عندوا وسائل التي تحفظ هي الأولى وعاك ذاك التي تطور وليتحول ويعود ما يتلف ويعود قابل للتصدير هذا من ناحية ناحية الأخرى رأس المال لزراعة مستهلكة لأموال طائلة لين ما ينضخ فيها لرأس المال عن طريق يدخلوها المستثمرين الوطنيين الدوليين الوطنيين الأجنبيين وخلق آليات لتمويل الصغار المزارع صغار المزارعين اللي يتموا دائماً اللي أكثرية مهما كانت الوضعية اللي يتم فم نسبة كبيرة من المزارعين من صغار المزارعين يسوى في المدن وفي الارياف فم الأكثرية الشاشعة من صغار المزارعين ولا بد لهم من الولوج إلى وسائل تمويل متاحة متوفرة ومثلاً قادرين للولوج لها بسهولة ما تعود مملي عندها وروف صعبة ولا هي تعود مسهلة الولوج لهذا النوع من التمويل طبيعة الحال قد يعود تمويل تعاضضي وقد يعود بانك وطني زراعي يقير يعود فيه مخصصات للصغار المزارعين بهذا ما نقدرون ننساوه مهما كان أهمية دخول رأس المال الوطني وكبار المزارعين في الدورة الانتاجية وما لهم من عكاس على التطور والتقنيات والفنيات وزيادة الانتاج فأهمية المزارعين الصغار وذلي يساهموا به في الانتاج ويساهموا به في حد من البطالة ويساهموا به في التثبيت المواطنين في مناطقهم الأصلية والتوازن الاجتماعي وحد من الهجرة إلى ما غير ذلك من المسائل جميل جدا طلاقة من هذه المعلومات وهذه المؤشرات سيد المدير هل نحن قادرون على تحقيق الاكتفاء ذاتي في مجال الخضروات وأيضا زيادة الدخل النقدي للمزارعين الصغار صحيح احنا كيف قلت عن زراعة الخضروات ثقافة يا الله تكرس في جسد لدي المزارعين بسبعة عامة وفم ما قولوا تقول عن زراعة الخضروات ما تقدر تواصل فترة الصيف هذا شيء مفروق منه زراعة الخضروات تمتد ديلة السنة يسوي في المناطق الحارة بيلي فم أصناف تتأقلم على الظروف المناخية الحارة بيلي القرعيات اللي ينقول للي كام يقول كلكربيتاسي كام باستيك ناج إلى آخره ولا حيثة طول هذا يتأقلم على الظروف المناخية الصعبة فم لقومبو فم أوبرجين فم ناهيك فم قطعا الصنفين اللي هو اللي هو لا تومات والجزار والطماطم والجزار اللي هو كاروت وبعض الأصناف الورقية اللي قطعا عندها مشاكل مع الحرارة لكن منطقة دلتا كيف قلت لكم منطقة تارزة هذه غيرترة منطقة باردة ومع التقنيات اللي تم إدخالها اللي قد دلومور كان بتمشي فيها وبالتالي مع التكاتف الجهود بالموازات مع دعم مواكبة صغار المنتجين اللي ممتدين في المناطق كلها الواحاتي والماطق الرطبع لمستوضفة ودعم بالمنتقلات الزراعية هذا من جهة و و و ويدخال بقوة رجال الأعمال ورأس المال الوطني بهذا بهذا المجال يمكننا على المدى المتوسط و أن حق اكتفاء شبه ذاتي لمجال الخضروات هذا قطعا شيء ممكن ممكن نظرا المقدرات التي تسخر بها البلاد من المياه ومن إرادة صادقة في المجال السياسي ومن توجه الرجال الأعمال ومواكبة من لدن القطاع لاستقال المنتجين بتوفيرهم المدخلات الزراعية وفقت المناسب وتأطيرهم ومواكبتهم هذا في اجتهاد لأنه اليوم جملة من الأمور التي تجعلنا متفائل أكثر مما كان في الوصول إلى اكتفاء ذاتي في القريب العاجم سيد مندوب ما مستقبل زراعة الخضروات على مستوى وكشفوط في السؤال الأخير لا مستقبل إن شاء الله هو وعد كي قلت قبل لنفهم تولد شعور عار موطنيا عقب شريحة كورونا وعقب المشاكل الكاملة التي خارجها في العالم تولد وله فقط عند المزارعين العاديين مثلا حتى عند شباب وخريجي الجامعات وهذه المناسبة نختير ياسم الشباب الذين دائما يتسوى لنا عن كيف نعدل مشاريع خضروات وكيف نعدل يكسر من مرة أكثر برة عن طريق تواسط الاجتماعي وعن طريق حتى يجوه في المندوبية في المتولد هذا كل نوع من الشباب أنا أختير نصفه بالرواية هو الزراعة اليوم ما تتحك رقاء حد على حد حد كامل قادر الولوج للأنترنت يشوف تجارب الأمم يحاولنها كامل سمكان زراعة منزلية والله الرئيب التنقيق والله أي زراعة هو يدورها يتود عنده الإرادة ويعود عنده الحماس يتوجه الشور الزراعة ويتوجه هم الذي يعود عنده القدرة على اكتساب المعارف بعيدا قاد حتى عن المعطرين مرحلة معينة يجبر المعطرين زراعة الخضروات في المكشوط لا شك أنها واعد ليس فقط حتى من ناحية الزراعية حتى من ناحية التوسع العمراني في المكشوط وجود الفنادق وجود المطاعم وجود الكام ودخول الخضروات كمادة في حياتنا اليومية اليوم كي قلت لك كي قلت لك بيت بل أن لينتقبال اليوم متوسط أسرة في موريتان فرضا عندنا مئة الف أسرة في موريتان تستخدم الخضروات فرضا مئة الف سيد مندوب في الكلمة أربعمائة عندك إحصاء فيها أربعمائة زراعة منزلية عند راك أنكم تمام من ضمنها كما أشكركم أنتم مشاهدنا الكرام كما أشكر وكان معي هنا في التصوير عبد الرحمن كعباش وفي الصوت تجاني واهو وفي التنسيق الفني أحمد ميلود وعلى التنسيق باب أحمد سالم وفي الإخراج باب أحمد كنين هذه تحيائهم جميعا نقولها لكم مشاهدنا الكرام أترككم على أمل اللقائي بكم في حلقة قادمة دمتم في أمان الله وحفظه السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر